بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسراف المرسلين مرحبا تلاميذي تلاميذ السنة الثالثة متوسط اليوم عدنا بإذن الله فيديو تكميلي للفيديو السابق فيديو مراجعة الشامل للامتحان الفصل الأول بإذن الله الفيديو السابق شفنا فيه أهم دروس المقطع الأول الفيديو التاليه بإذن الله رح ندير فيه دروس المقطع الثاني sequence two أهم دروس المقطع الثاني باختصار وبإيجاز أول درس هو first simple tense أو الماضي البسيط زمن الماضي البسيط كيف نصرف الأفعال في زمن الماضي البسيط كما نعرف كامل بالليف الإنجليزية لا أفعال وفقط أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة يتبدل تصريف منتاحم من فعل الفعل بمعنى الأفعال المنتظمة الأفعال المنتظمة هي الأفعال التي نعود وحبي نصرفها في الماضي كما ندير معها؟ نزيد لها إيدي برك نشد استام تاع الفعل ونزيد له إيدي تفاهمين؟ وشين هو استام؟ نشوفه مثال عدنا الفرب بمعنى يبقى حابين نقول بقى في الماضي نشد استام وهو هذا الجزء من الفعل هذا هو استام تاعنا هاهو وش نزيد له إيدي هاهو استام plus إيدي تقول لي state المثال الثاني نشد استام تاعنا هاهو وش نزيد له إيدي هذه في حالة الإيجاب الجملة الخبرية التي لا تكون منفية في حالة النفي بسيطة جدا وش نديرو كنكونوا حابين ننفو فعل في الماضي وش نديرو شفوا أمثلة أبقى نفهمه بمعنى يتحدث حابين نقول لم يتحدث أو لم أتحدث أو لم أتحدث أو لم أتحدث ماذا نقول؟ في حالة I did not نشد استام تاعنا اللي هو talk نحطه هنا I did not talk أنا لم أتحدث نشد استام نديرو قبله did not وبعض ندير استام الزوج did not prepare لم يحذر نحن ملاحظة يا جماعة في التصريف من تاع الأفعال في زمن الماضي نستعملوا نفس التصريفة كما نقولوا مع جميع الزمائر نقول I stayed, you stayed, we stayed, she stayed, she stayed, he stayed, it stayed إلى آخره نفس الفكرة مع جميع الأفعال ومع جميع الزمائر تفاهمين؟ هذا فيما يخص الأفعال المنتظمة In the other side we have the irregular verbs عدنا الأفعال غير المنتظمة غير المنتظمة الأفعال غير المنتظمة الأفعال غير المنتظمة لأنه يتغير شكل انتهاء من حالة لحالة كي تكون في الحاضر تكون بشكل في الماضي بشكل past participle بشكل وهكذا ولذلك ليس لديها قاعدة ولذلك فهي تحفظ يعقب عليك verb تحفظ قال كان في الحالة العادية كما هاك في past simple تغير ولا كما هاك يتحفظ راح يشوفوا مجموعة من الأفعال بهندو فكرة فقط we have the first verb verb to be اللي نحتاجه يسر ال verb to be تعال كينونة في الحالة العادية كي يكون مجموعة past simple تغير يقدر يكون was يقدر يكون were هذا البرب الوحيد الذي يزوج أشكال يقول I was, she was, he was, it was you were, we were, they were okay هذا يتحفظ verb to do ماذا يقول did شفت كيف كان وكيف كان أو لا هل هذين سموهم أفعال غير متضمة to have يقول had to come came to wear war to buy bought to go went okay يساق سنية تلمية يقول لي الشيخ اسكو كاعدة نقدر نحفظ بها هذه الأفعال غير المتضمة يقول له باللي يجب تحفظ بالممارسة كل ما يعقب عليك فعل غير متضم تعرف تصريف انتاعه في الماضي البسيط حاول انك تحفظ فعل ما في المفهد تولي عندك مجموعة من الأفعال غير متضمة المحفوظة بإذن الله تفاهمين هذا فيما يخص الدرس الأول okay صح الدرس الثاني شنه هو سيميمودل used to used to ما معنى اعتاد اعتاد صح صح we use the semi-model used to to express or to talk about past habits ما معنى؟ نستعمل هذا السيميمودل هذا نسموه semi-model used to نعبره العادة في زمن الماضي كيف عادة؟ كنا موالفين نديرها بالدرجة كما نقول شوفوا بعض الأمثلة عدنا شكلين او ثلث أشكال affirmative, negative, interrogative affirmative بمعنى الجملة الخبرية العادية كيف نستعمله مثلا نقول أنا اعتدت أن ألعب كرة القدم اعتدت أن ألعب كرة القدم نقول I used to play football شوفوا مثال ثاني In the past في الماضي people الناس used to eat healthy food نقول لك في الماضي الناس اعتادوا على أكل الغذاء الصحي نسمى وش نستعمل نستعمل used to ونستعمل مع الستام متع الverb ما يتصرفش البعد هالفعل ما يتصرفش يتحط كما هو هذه في حالة الإيجاب في حالة نفي وش نديرو نديرو did not did not ونستعملوا used to ونستعملوا used to ما نصرفوهاش في الباست ما تكونش used to تكون used to تصريف يكون في النفي did not used to plus the stem of the verb نفس الفكرة في الجملة اللي قبلها لكن قبلها نديرو did not شوفوا مثال in the past في الماضي they شوف they did not used to did not used to لم يعتادوا على على ماذا they did not used to have smart phones لم يعتادوا على امتلاك هواتف ذكية أوكي سح في حالة السؤال كما نطرح السؤال ويستعملوا the semi model used to it's easy سهلا شون ديرو ديرو did في البداية did plus subject اللي هو الفاعل أوكي then we use used to used to أوكي حفظو used to plus the stem of the main verb نستعملوا الجزء من الفعل نتعلم الفعل الأساسي هل تفهمين ثم نكملوا جملة ثم نكملوا جملة ثم نشوفوا مثال تطبيقية بها نفهمه أكثر شوفوا لدينا did did subject you did you used to I used to ويبايدوا لدينا الفرب الأصلي وشين هو practice الفعل بعد هذا ما يتصرف يتحدث كما هو ونكمل الجملة sport ما معنى الجملة did you or did you use to practice sport هل اعتدت على ممارسة الرياضات صح السؤال هذا إجابته يتكون yes yes no كما تعلمنا سابقا في الفيديوهات السابقة اللي ما شافش الفيديو ماذا من يرجع يتفرج الفيديو هذا ما يعرك كيفية الإجابة عن الأسئلة التي إجابتها yes and no أوكي آخر درس وشين هو final ed مش معنى final ed هي النهاية تعال ed هذه اللي جينا غالبا مع الأفعال المنتظمة كي يكونوا يصرفوا فيها في الماضي أوكي صح هذه النهاية تعال ed احتمال تنطق احتمال تنطق ta احتمال تنطق da احتمال تنطق id على حسب الصوت الذي يسبقها ما معنى الصوت الذي يسبقه شوفوا مثلاً عدنا هذه النهاية تعال ed الصوت اللي يسبقها وشين هو نحو اليد قلوا stay a a صح معنى الصوت الذي يسبقها هو a أوكي نشوف الجدول تعالى هذا اللي لازم نحفظه يقول لك إلا كان قبل ed تعالى أحد الأصوات هاته تنطق ta ننطق ed إلا كانت أحد الأصوات هاته تنطق ed إلا كانت باقية الأصوات ننطقها d هنا عدنا a stay a c تنطق لا كانت تنطق ونضعها معنى ننطقها d نهز هذه الكلمة state ونضعها في الجدول الخانة الوسطة أوكي شوفوا المثال مثلاً مثال الثاني visit هاهي الإيدين تعنا صح صوت اللي قبلها وشنهي visit هاهو تا هاهو الصوت اللي قبلها تا 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 وين عدنا في الجدول تعنا هاهو تا كلمة تعنا هذه نحطها نحطها هنا visit أوكي وهكذا صح هذا كان ختم الدرس تعنا والمراجعة تعنا بإذن الله أجماع علي ما تفرجوناش الفيديو السابق ماذا بينا يرجعون للفيديو السابق لأنه فيها معلومات مفيدة جداً نظن أنه الامتحان بإذن الله القواعد أنت أو مش رح تخرجكم من درس هذا أو المراجعة هاته أو المراجعة التي سابقتها ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد في امتحاناتكم امتحانات الفصل الأول بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته